في وقت تخوض فيه القوات العراقية المشتركة معارك عنيفة ضد تنظيم داعش على أكثر من جبهة دعت الرئاسة الثلاثة معصوم والعباد والجبوري إلى ضرورة وضع خطة عملية لإنجاز المصالحة الوطنية ضمن فترة زمنية ملموسة واستكمال الاستعدادات اللازمة للنجاح في دحر الإرهاب أحكمت القوات الأمنية العراقية سيطرت على نظم تقسيم الثرثار بعد طرد مسلحي داعش كما تمكنت بإسناد من مقاتلي العشائر من صد هجومين للتنظيم على منطقة البوفراج والرمادي مركز محافظة الأنبار وفي محافظة صلاح الدين فجر خبراء المفرقعات بالجيش أربع سيارات مفخخة إحداها داخل مصفات بيجي شمال تكريت دون حدوث خسائر بشرية ولليوم الثاني على التوالي تشهد دواحي بغداد تفجيرات إرهابية حيث قتل وأصيب عدد من الأشخاص بانفجار سيارة مفخخة في منطقة البيع جنوب العاصمة سياسيا أكد رئيس فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري ضرورة وضع خطة عملية لإنجاز المصالح الوطنية دمن فترة زمنية ملموسة واستكمال الاستعدادات اللازمة للنجاح في دحر الإرهاب كما أكدت الرئاسات الثلاث أهمية وضع خطة كفيلة بتسليح مقاتلي المناطق المحتلة من قبل تنظيم داعش في محافظتي نينوى والأنبار وخلال رئاسته في كربلا اجتمع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات حذر العبادي من الفتنة الطائفية والمناطقية التي يحاول البعض إثارتها بين الحين والآخر في العراق وقال العبادي إن الانتصارات التي تحققت على داعش كانت بتضافر جهود الجميع من القوات العسكرية والحجر الشعبي ومتطوعي العشائر وجميع أبناء الشعب العراقي اشتركوا في القناة